اشتركوا في القناة هناء الرئيس عبد الفتاح اسيس المنتخب الوطني لكرة القدم لمناسبة تأهله الى نهائي البطولة الافريقية الحادية والثلاثين مشيدا بما تميز به لاعبو الفريق من كفاح واسرار حتى تحقق النصر كان المنتخب الوطني اكتسع عقبة منتخب بوركينفاسو في مباراة قبل نهائي البطولة بالفوز عليه بركلة الجزاء بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق رحبت مصر باعلان استئناف المحادثات السورية في جناف في العشرين من فبراير الجاري برعاية الامم المتحدة وابدت استعدادا للقيام باي جهد لتسهيل نجاح المفاوضات قال المتحدث باسم الخارجية المصرية احمد ابو زيد ان مصر كونها عضوا في مجموعة الاتصال الدولية حول سوريا تتطلع الى استئناف المحادثات وانها ستواصل جهدها لمراقبة وفرض وقف اطلاق النار في سوريا اكد المتحدث باسم البيت الابيض شون سباي سيرن الرئيس دونالد ترامب لا يستهدف ديانة معينة بقرار حظر دخول مواطن سبع دول مشيرا الى انه يؤمن بان هناك فرقا بين الاسلام والتشهدد واوضح سباي سيرن القرار التنفيذي الخاص بالهجرة يهدف الى ضمان امن وسلامة الامريكيين مؤكدا ضرورة انهاء ظاهرة المدن التي تأوي المهاجرين غير الشرعيين اكد المتحدث او اكد منتدى تعاون العربي الروسي في دورة الرابعة التي انعقدت في العاصمة الامريكية بوظبي ضرورة مكافحة الارهاب بكل الوسائل بطريقة حاسمة وموحدة واشدد البيان الختمي للمنتدى الذي حضره وزراء خارجية عدد من الدول العربية وروسيا على التأكيد على ادانة الارهاب بكافة اشكاله ومظاهره واكد البيان ان المفاوضات السياسية هي المخرج الوحيد للازمة السورية حذرت المفاوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فادركان موجريني حذرت من ان اعلان اسرائيل عن بناء وحدة استيطانية جديدة يمكن ان يجعل حل الدولتين مستحيل وقالت موجريني ان الاعلان عن بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة يعد توجها مقلقا للغاية ويشكل تحديا مباشرا لفرص التوصل الى حل على اسس الدولتين قابلتين للحياة نهاية المجزة مشاهدينا نشكرا لكم كروا المتابعة اشتركوا في القناة